اشتركوا في القناة هبتدي بفكرة الصحافة كالعادة ومتابعة الأهم عنوين الأخبار وحيكون معينا فيها كتب الصحفي أستاذ يحيى وجدي عن مشكلة كدر الأطباء والميزانية المخصصة لوزارة الصحة ولدخول الأطباء في مصر كلمنا كتير جدا في نهارك سعيد لحد ما أصبح فيه اعتصام جزئي لدى شريحة كبيرة جدا من أطباء مصر للمطالبة ببعض الحقوق المفترض أن هي تنفذ لهم النهاردة هنتكلم مع دكتور أحمد بكر عدو مجلس إدارة نقابة أطباء القاهرة عن وقفة احتجاجية قامت بيها الحركة أمام مجلس الشورى من عدة أيام عندنا كمان فقرة تانية هنتكلم فيها عن وقفة احتجاجية أخرى ومجلس الشورى ومنقشة مجلس الشورى الموازنة العامة سريا كما وصفها البعض ولكن مرة دي ورفض المنظمات الحقوقية والأحزاب سرية منقشة الموازنة العامة بشكل عام حيكون فيها ضفتنا أستاذة أميرة خليل بحيثة إحصائية بالمركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عندنا فقرة كمان خاصة بالاقتصاد والبورصة وهي فقرة الأسبوعية الخاصة اللي دايما بنناقش فيها آخر أخبار الاقتصاد والبورصة والاستثمارات في مصر ومعانا ضفنا فيها دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الكاهرة للدراسات الاقتصادية آخر فقرة هتكون معانا هي عن رفض عمال المدابغ النقل لأرض ربيكي بمدينة بدر والمعروف طبعا أن عمال المدابغ الأرض الخاصة بهم هي الأرض الموجودة خلف سور مجرى العيون هي منطقة على النيل وبتعتبر منطقة سياحية ولكن من عدة أيام كمان ظهر قرار بنقل كل المدابغ لمدينة بدر فبالتالي طبعا عمال المدابغ اشتكوا ورفضوا وقاموا هما كمان بوقفة احتجاجية ضفنا هو دكتور إبراهيم نوار متحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وكمان معانا ضيف آخر هو أستاذ مصطفى كمان ممثل عن عمال المدابغ وحنناقش مشكلة المدابغ في مصر وحنبتدي معكم فكرة الصحافة كالعادة لكن بعد الفاصل استنم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر